أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا ليوم الجمعة فعشان هيك جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منكم الطاعات والعبادات والأدعية وحسن الأعمال وهو أول يوم من هذا الشهر الجميل شهر يوليو تموز وأيضا بدأنا إحنا بشهر ذو الحجة فربنا يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وحجكم وأداءكم وصدقاتكم وكل شيء طبعا اليوم القمر موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يمكت القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة واحد سبعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان الآن موعد البث الحلقة هو في برج السرطان في عنا قلوم مسار ذكرنا يوم أمس وبعد منتصف الليل القمر رح ينتقل لبرج الأسد فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينيج بتظل هاي الفترة بتركز على الأمور العاطفية من حاول أن نخلق جو من الأمان إنا ولا أحبائنا من نيل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب الذكريات وإن كان بصور بأفلام فيديوهات حتى لو ذكريات بتمر بالخيال يجب أن ننتبه أكثر برضو خلال هذه الساعات لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بصير عنا حافز كبير لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظر لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسنا شراء عقار أو زراعة نبتمة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل طبعا هاي زاوية تأثراتها من اليوم 1-7 ولغاية يوم 3-7 طبعا هي ثلاثة أيام ذروتها يوم 2-7 تقريبا في ساعات الصباح وهاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل كل الأمور أي أمر صعب في الفترة هاي منقدر نحلله بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي تأثراتها حقينا أنه اليوم آخر يوم لإلها بالتأثرات هي اللي بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس برضو إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثراتها برضو اليوم آخر يوم لإلها وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل علينا عملية إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زوايا الخطيرة اللي مأثرة بشكل كبير خلال الفترة هاي الزاوية الأولى هي التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري وهي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم ثلاثة سبعة طبعا هي تستمر لبعد هيك ولكن هي بنسميها زوايا منفصلة ضعيفة التأثير طبعا هاي زاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه وكمان منبذر أموالنا منحب المغامرة المقامرة المضاربات المالية برضو بتعرض بعض الأشخاص لمشاكل مع السلطات مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالأسهم والبورصة والأمور عائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الخطيرة الكبيرة اللي بدأ تأثيرها من يوم 29 ستة ولكن هي طبعا من قبل عشر أيام بدأ تأثيراتها ومستمرة لغاية أربعة سبعة اللي هي هاي فترة الذروة ما بين 29 لغاية أربعة سبعة ولكن هي فعليا هاي زاوية بتستمر بعدها عشر أيام يعني الى 14 سبعة ولكن تسمى زاوية منفصلة فعشان هي ما قبل وبعد هاي زاوية منفصلة فيها أثار ولكن أثارها مش بقوة اللي بالفترة هاي اللي بكل بدأ يلمس المخاطر والأمور الكبيرة اللي جاعدة بتصير والمشاحنات والضغط والعنف والدم والأمور هاي طبعا هي بسبب المريخ وبلوتو وبرضو الأمر اللي صار عنا في الأردن اللي هو الأمر اللي له علاقة بالغاز السام هو له علاقة طبعا بزاوية ذكرناها قبل فترة لها علاقة بزاوية نبتون اللي قلنا لها علاقة بالغازات وتسموم جماعي ولها علاقة بالسوائل والبحار والأمور هاي فهاي من تأثيرات ذلك الزاوية ورغم أني أنا بطلت أذكرها إلا أني ذكرتها أنا قبل أسبوع تقريبا انتهت تأثيرها المباشر ولكن أثارها السلبية وتراجع نبتون بعملوا أجواء مثل هيك بالنسبة لهاي الزاوية اللي هي بين المريخ وبين بلوتو طبعا هاي بتخلينا نندفع بأي اتجاه مخالف للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرفات بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة نظام السائد والقوانين وهذا بعرق النجاح مبادراتنا وعلاقاتنا وهاي زاوية إجمالا هي تعد دلالة على المشاحنات والعنف والدم وحروب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال هي إجمالا أي زاوية سلبية بين هدول الكوكبين اللي هو كوكب الدم والنار والجرائم والحروب وكوكب اللي بشيل كل شيء عشان يبدأ من أول وجديد هدول عملات زاوية سلبية دائما في أي زاوية سلبية بنقول إنها هاي بتدل على إنها فترة بتشهد إضرابات للعمال بترافقها أعمال شغب حوادث عنف وكمان هاي بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادة أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة بتزداد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية والمجتمعية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية أو تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زوايا اللي راح تتشكل مع القمر اليوم الزاوية اللي راح تصير كمان كم ساعة يعني إحنا من بثل حلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش عصرا هاي زاوية الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساء يعني بدأ تأثيرها ورح يستمر تأثيرها لغاية ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني لغاية ساعات صباح يوم الجمعة تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بالنسبة لبعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار سلبي بيبدأ في تمام ساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى بعد منتصف ليل الجمعة زي ما حكينا لغاية الساعة 12.39 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عاقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر بما أنه موجود في برج الأسد خلاص بده ينتقل ويستقر في برج الأسد بعد منتصف الليل فهذا بيصير في نوع من أنه وعد تغيير في نفسيتنا فبيكون الناس من حولنا في هذه الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلنا أما بالنسبة إلى الزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين قمر بين المشتري وهي راح تبدأ تأثيراتها تقريبا مساء يوم الجمعة يعني الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة احنا منسميها عصرا بتوقيت جرينيتش فهي زاوية بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم ونبعد عن العمليات الجراحية اللي تتعلق في هاي الأعضاء طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل اللي هي نفس آثار اللي بيأثر عليها برج السرطان اللي هي المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب والسفاق هدولة أكثر حساسية لغاية ساعات منتصف الليل ابعدوا عن العمليات الجراحية فيها ومن ساعات ما بعد منتصف الليل لأنه بتوقيت جرينتش أنه القمر رح ينتقل ويصير موجود في برج الأسد فهنا بتصير الأعضاء اللي لازم نعيرلها الانتباه ونبعد عن العمليات الجراحية لها خلال اليومين القادمات هم القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم هدولة كلها نقاط ضعب يعني كلها ممكن نصير فيها خربطة خلال اليومين القادمات اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت برضو معدل ضربات القلب العمليات اللي لها علاقة بالعمود الفقري وآلام العمود الفقري والظهر والجانبان هدولة هم نقطة الضعب نبعد عن العمليات الجراحية اللي لها علاقة بالقلب والقسطرة له الشريان الأورطي أو القلب المفتوح الظهر الجانبان العمود الفقري هدولة يعني بتنتبهوا منهم بشكل كبير طبعا إلا إذا كانت العملية ضرورية وما في مجال للتأخير فهنا يعني ربنا هو اللي يتولى وهو القادر على كل شيء بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية تجميلية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بما أن القمر موجود في برج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ثلاث سبعة رح يكون في تمام الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة طنعش وثلاثين دقيقة ظهرا ليستقر القمر بعدها في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في السرطان ينتقل للأسد ورح يمكد في الأسد حتى يوم ثلاثة سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن مع ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية من ساعات الظهيرة بترتفع نسبة السعودة لغاية ستين في المية ولكن في ساعات المساء ترجع السعودة لثلاثين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 30% طبعا بدأت الآن تأثيرات انتقال المريخ برضو غير الزاوية اللي بشكلها إنه بدأت التأثيرات السلبية للانتقال الآن تظهر على الساحة اللي هي العنف والتفجيرات والأمور بتحتدم بشكل كبير المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل اللي هو منتصف الليل الخميس على الجمعة بتنهمكوا بأمور اللي هاصلها بالبيت والعائلة أهم شانكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة طبعا ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوي تتطلب منكم نوع من أنواع الاهتمام بعد ساعات منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة الأجواء راح تصير ممتازة جدا لإلكم تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء بتصير فيها كثير من الحضوض والدعم وبرضو هذا الإشي بساعدكم بشكل كبير على كثير من الأمور برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا النشاط راح يظل متواصل بالاتصالات والسفريات القصيرة والحوارات والنقاشات ولكن تكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء القيادة وبرضو أثناء حركتكم عشان ما يصير فيه إصابات وهذا بتظل هالأجواء مناسبة لإجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضوض طبعا هذا الأمر راح يظل لغاية ساعات منتصف الليل اللي هو منتصف الليل الخميس على الجمعة وطيلة نهار يوم الجمعة بصير التركيز كله على الأمور البيتية والعائلية ممكن تهتموا بعائلتكم أو تنظموا بعض الأمور العائلية أو يطرق عطر منزلي أو حدث عائلي مثلا تهتموا فيه بشكل كبير أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتقدروا تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسؤوليات كبيرة ولكن عندكم قدرة عالية جدا على إتمامها وإنجازها ممكن تكون خلال هذا اليوم عندك ارتباط مهم أو حدث معين حابب أنك تتممه برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا بظل تركيز على الأمور المالية والفرصة بظل تحمل مكاسب مالية من الآن الولي غاية منتصف ليل الخميس على الجمعة ولكن أغلب الأموال هاي بتيجي من عمل إضافي منكو أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هديئة أهم شيء تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا اليوم بشكل كبير لأنه القمر رح ينتقل للبيت الثالث فهذا بساعدكم على الرحلات والاتصالات وبتجرأ على المناقش وسرعة البديهة عندك عالية جدا ولكن بتكونوا أكثر صبرا على طرقات فترة مناسبة لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة ودافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبه لكلامك وحاول أنك تحفظ خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاءات أو اجتماعات يعني فيه أعمال مفيدة ممكن تتخذ من خلالها بعض القرارات المهمة برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا الطاقة والحيوية عالية جدا وعندك قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم إذا كان معكو حق يعني مش تفرض وجهة نظرك على باطل أهم نقطة رد تكون مرن وتحفظ حالك من بعض العصبية الأجواء رح تتحسن بشكل إيجابي من ساعة ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة فبصير هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية خففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجروا على المناقشة فهي فترة مناسبة جدا بتقدر تبحث عن مواضيع مهمة في خلال هاي الفترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر مازال موجود في بيت المتاعب من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة فعشان هيك بتشعر أنه طاقتك ضعيفة الأمور مش ماشي معك مثل ما بدك في معاكسات ضغط عالي جدا موجود اللي وعدك بشيء ما رح يوفي ما حدا شاعر معك بشكل كبير طبعا هذا كله من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير فبتصيروا عندكم شحن عالي جدا بالطاقة بالنشاط بالحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار وتظهر هاي الفترة مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع بتكون لامع في مكانك فترة إيجابية حاول أنك تستغلها يعني الدعم رح يكون عالي جدا ممكن شويهك اهتمام ببعض المؤسسات الكبيرة مثل المستشفيات أو السجون خلال هذا اليوم وفي بعض الاهتمامات المالية مثل قروض وديون برج العذرة بالنسبة لما أوليد برج العذرة طبعا بتنشطه اجتماعيا من الآن ولغاية ساعة منتصف الليل ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة فبضل النشاط الاجتماعي وممكن تلتقوا ببعض الأصدقاء منكم ممكن أشخاص يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم هذا اليوم بيحمل لك فرصة مناسبة لحجد التعييد والدعم طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ولكن ابعد عن الانتقاد والكلام المبهم أو العصبية المفرطة لأنه في ساعات ما بعد منتصف الليل القمر بصير في برج الأسد اللي هو بيت متاعبك فعشان هيك بيسيطر التعب عليكم وهي شيء يعني معروف لما يوصل القمر لبيت المتاعب فحاولوا خلال هذا اليوم إنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة يعني بشكل روتيني يعملوا الأعمال الروتينية اليوم ممكن شوية تكون مرهقة أو قليل الحماسة ما تنتظر جواب لأنه ظروف فارغة والأجواء بتهدد بتخفيف الوتيرة يعني بتحس إنه طاقتك تنزل لحد الركود فأهم مش إنك ما تستعجي الأمر عشان ما تخيب أمالك وحاذر من بعض الأمور اللي بتتعلق بالوضع الصحي يعني إذا شعرت بشيء غير عتيادي حاول إنك تراجع طبيبك برج الميزان ابتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة فعشان بخلال هاي الساعات بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع أو الدفع بمصالحكم وأيضا هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من ساعات ما بعد منتصف الليل اللي هي تقريبا أول ساعات الفجر بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وطيل التهار يوم الجمعة ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة فعشان هي كنت تتجنبوا انتقاد أحدهم هذا اليوم بيحمل فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وهذه الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم برضو انت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا حاول انك خلال هذا اليوم تلعب دور بناء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في أمور الها علاقة برضو بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية ولكن إذا كان عندكم امتحان ما تعتمدوا كثير على الحظ يكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن يعني بعد ساعات منتصف الليل أجواء بتصير إلها علاقة ببيت السمعة أو بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم ممكن أنك تعزز علاقتك بالمسؤولين أو بأشخاص من مرتبة عالية أو من علية القوم وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا وبرضو اليوم ممكن يكافأوا وهذا اليوم بيحمل برضو مسائل شخصية ممكن تسبب لك بعض القلق أو عبئ أو يتعلق هذا الموضوع بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهمش أنك ما تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي هدئ من روعك وحاول أنك شوي تسيطر على التوتر والخلافات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهم كل يوم في ضبط جونكم المالي المشترك ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض وهذا الأمر بظل لغاية ساعات منتصف ليل القميس على الجمعة يعني نشاطك رح يظل حوالين الأمور المالية من بعد ساعات منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية النتائج أهم إشي أنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من بعض المتاعب والوعكات الصحية اللي ممكن شوي هيك تأثر عليك ولكن إجمالا ما في أي شيء بخوف الأجواء إيجابية ودعملة إلك على كثير من المستويات برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد بينصب اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل حاول موضوع الشراكة وتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وبضل الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر والقلق فحاول تضبط أعصابك ما تدخل في أي مواجهات أو أي عصبية خلال هذه الساعات من ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة وطيلة نهار الجمعة التركيز رح يصير على الأمور المالية فبتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض تقدروا تسارع على تصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين حاولوا أنكم ما تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش فاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك ولكن بهدوء وما تستفز أي أحد لأنه أنت معزل القمر بمراحل المواجهة أو المقابلة وهذا الشيء بيضغط عليك بشكل سلبي برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا العمل بدأ يتراكم من اليومين الماضيات وبرضو راح يضل في نوع من أنواع العمل أو التراكم بالعمل أو مشاكل إلها علاقة بالعمل بالصحة من الآن لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل الخميس على الجمعة فحاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم لا تدخلوا في أي مواجهة مع الزملاء وانتبه لصحتك بشكل جيد لأنه حتى بعد ساعات منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة القمر موجود مقابلك هو بساعدك على تعزيز شراكتك شراك المالية والعاطفية وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشتركة بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن هذه الفترة متوترة أو ممكن تتورط في أزمة ما أنت بيغنع عنها وممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو مسار أحد الأمور أو تغير نمط معين هذا الإشي طبعا رح يكون لصالحك التنازلات أو تقديم التنازلات لأنه أي مواجهات رح تسجل ضدك ورح تكون فترة مزعجة لأنه أنت الحلقة الأضعف فابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف للخميس على الجمعة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم برضو فترة ممتازة لتعزيز العلاقة معهم وبتقدروا أنكم تتفاهموا أو تفاهموا وجهة نظركم للأحباء أهمش أنكم ما تبالغوا في طلباتكم لأنه في خلو مسار ما تحاولوا برضو تفرضوا سلطتكم على الأحباء من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة بتجد أن الأعمال بدأت تتراكم عندك لأن القمر بدأ في مراحل المقابلة فحاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل دون إهمال صحتك ما تدخل في مواجهة مع زملاء بتكثر عندك اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر اليوم لورشة عمل أو تهتم بموضوع صحي بتكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها فعشان هيك بدك تكون حريص على عملك وتباكر لعملك بساعات باكرة ما تتأخر ما تتغيب يعني عشان ما يكون هذا اليوم مزعج بالنسبة لإلك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء